واقع جاف وطريق التفاوض مزدود إيران تقطع المياه خبر يتكرر ترفض التفاوض أمر معتاد لكنها تحفر الأنفاق لتحويل مجرى الأنهر لماذا لا أحد يعلم والمرجح عند مراقبين أنها تسعى لاستخدامه كورقة ضغط سياسية وزير الموارد المائية رفع راية التفاوض البيضاء بعد الصمت الذي اتبعه الجانب الإيراني على مخاطبات العراق لكنها تضع ورقة المحاكم الدولية كحل أخير حقوق مائية محفوظة وفق القوانين الدولية التي تنص على تقاسم الضرر إن حدث وأن لم تكن هناك لوائح دولية فهناك الموروث الإخلاقي الديني المانع لمثل هكذا ممارسات قوانين وتعاليم إسلامية تضرب عرض الحائط فما الذي تستند عليه إيران في حربها المائية لا تسأل طهران عن ذلك فبالرغم من الوفود العراقية الطائرة إلى إيران باستمرار والوفود الإيرانية التي تأتي منتظمة فهل كانت الزيارات لحل الأزمات أم لاختلاقها الجميع يقدس طهران وتعاونها مع العراق وإنقاذه من أزماته لكن الجارة تقطع المياه وتكشف حقيقة مواقفها التي يصفها مختصون بأن مصلحتها فوق كل شيء حتى وإن كانت بالتجاوز على حقوق الآخرين يرسم الفعل معادلة حرب باردة لا يقوى العراق أو يهوى على خوضها فيما لو ألقى المعنيون السمع قليلا لواصلهم أنين أرض تفنى بصمت ولتحيا العلاقة مع الجارة وللأرض والعطشة من المواطنين رب يسقيهم